بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عذوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد العرب والعجم وعلى آله وصحابته أجمعين أحبابي الكرام اعلموا أيها الفضلاء الكرام أنه قد لا تخلو حياة الناس من مواعد أقول حياة الناس لا تخلو من مواعد وعبر وبقدر ما تزخر به الحياة من العمل الصالح والخير النافع تكون العظة أبلغ والعبرة أوقع والقدوة الطيبة أجدى وأنفع أقول بقدر ما تزخر به الحياة من العمل الصالح والخير النافع تكون العظة أبلغ والعبرة أوقع والقدوة الطيبة أجدى وأنفع فحياتي أيها الطلاب الكرام في رحاب أسماء الله تعالى وكتابه الحكيم صورة صورة رسم القدر خطوطها وظلالها وصنعت العناية الإلهية أحداتها وأطوارها فهذه الحياة التي هي حياتي لم أتخلى فيها عن صحبة أسماء عن صحبة الأسماء أسماء الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى فهي لي كانت ولا زالت الأنسى الذي يبدد وحشتي والمفزع الذي ألوذ به في شدتي كلما حزبني أمر من الأمور وكم 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 حلقت بروحي في سماء معانيها العلوية كم حلقت بروحي في سماء معانيها العلوية وسبحت بقلبي سبحت بقلبي وعقلي وفكري وجوارحي في بحار حقائقها القدسية وعشت عشت ولازلت أعيش في رحابها مستهديا بها في سلوكاتي اليومية مستضيئا بنور أسماء الله وكتابه في طريقي وفي عملي فإنني فإنني يا إخواني لا أزكي نفسي وأستغفر الله تعالى لي ولكم مما قد يرد على الخاطر من غرور النفس الأمارة بالسوء وشواغل الحس وفتنة العمل فعسى أن أجد وعسى أن تجد أيها السالك أيها المتتبع فيما تحمل في جنباتها من العظة والاعتبار شعاعا 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 يضيء لك الظلمات ويفتح أمامي وأمامك أبوابا من النور والهدى والضياء والشفاء والرجوع إلى المولى عز وجل ومن هنا ومن هنا أيها الأحباب الكرام أحلق بكم في رحاب قناة الرائدة في الروحانيات التي تاتيكم دائما بدروس قيبة واليوم جئتكم بهذا الدرس الشيق النادر لطرد أرياح الجن طرد أرياح الجن كيفما كانت طردها كيف لا كيف لا وهنا هذا الجذول هذا المتلة الذي هو أمام أعينكم خاص بطرد الجن وهو معمر بعدد صورة ياسين الشريفة أقول بعدد صورة ياسين الشريفة ها هو رقمته لكم لونت هذه الخانة هي المفتاحة هذه الخانة هي الواحد الخانة الثانية الخانة الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة والمغلاق هو التاسع ولكن نصيحتي لكم ألا تكتبوا هذه الأرقام واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إنما طريقة التعمير أن تبتدأ من هذه الخانة اللي هي أول خانة في المتلة هي هذه الكرسي تسمى بالكرسي إلى العرش الكرسي هذا بيت الكرسي بيت النار بيت التراب وهكذا بيت الهواء بيت الماء وهنا أقف وقفة هذا العدد هو خاص بصورة ياسين الشريفة أن ترسمه هكذا محاطا بالبسمالق الشريفة باسم الله الرحمن الرحيم وبالسلاطين الأربعة عليهم السلام جبريل عليه السلام ميكائيل عليه السلام إسرافيل عليه السلام عزرائيل عليه السلام وبقوله الحق وله الملك ثم تبدأ في وتكون خانات متساوية أقول والمداد طاهر يكتب في إناء جديد لم يستعمل للأكل في إناء جديد طاهر يغسل بالماء الطاهر مرات ومرات ويمسح ثم يكتب في هذا الجذول في إناء أو سحن جديد تكتب فيه وتوكل حوله توكل يخذ هذا المتلة الشريف بأرض رياح الجن عن فلان ابن فلانة أو عن فلانة ابنة فلانة ويمحى يمحى هذا الجذول بماء طاهر ويشترب ويشترب منه المصاب المصاب بالجن بأرياح الجن ويدهن به جسده وإن أضاف إليه ثلاث قطرات من زيت الزيتون المنزوع بدون ملح المصفى بدون ملح كان أجود كان أجود ثلاث قطرات من زيت الزيتون من زيت العود الذي نسميه نحن في المغرب زيت العود تبهوا جيداً هذه الخانة الأولى الخانة التانية الخانة التالتة الخانة الرابعة الخامسة ثم السادسة السابعة الثامنة التاسعة ويكتب بهذه الأرقام الهندية دائماً الجذاويل تكتب بإلا المتمن إلا المتمن فهو بالأعداد السريانية أما جميع جميع الجذاويل تكتب بهذه بهذه الأعداد هكذا والصفر يكون صفراً لا تعمل نقطة دائماً انتبهوا هذه النصيحة مني إليكم إن هذا المتلت معمر كما قلت لكم بعدد صورة ياسين الكريمة يرسم في إناء جديد طاحر ويمحى بالماء العدم يشرب منه المصاب ويدهن به جسده فإنه جد جد نافع بإذن الله تعالى أقول فإنه نافع بإذن الله تعالى مجرب صحيح مني إليكم أنا لا أعطيكم إلا المجربات ودامت لكم الصحة حفظاً الله وإياكم من أرياح الجن ومن أرياح شياطين الإنس كذلك ومن المتتبعين الفاسدين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل وتكرم وتنعم وترحم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اغفر لنا ولوالدينا وابني لنا ولهم عندك بيوتاً فخمة رفيعة المنظر في جناتك جنات النعيم ولذي نوسع عليهم ضيقة القبور أنر قبورهم واغفر لهم واغفر لنا ولهم أولادنا ونساءنا وأحبابنا يا ربي نجينا ونجيهم من شر الأشراء ربي لا تعدبنا بذنوب غيرنا ولا بذنوبنا اتوب علينا ربي حفظ هذا البلد بلدنا المغرب حفظ ملكنا شعبنا حكومتنا حفظنا من الفيضانات ومن الزلازل ومن الأعداء المتربسين بهذا الوطن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر